اشتركوا في القناة عن الحسد ان هو كان في شاب فقد وظيفته طبعا هو ما سألش ليه انا فقدت الوظيفة يمكن يكون نقص في امكانياته يمكن يكون الوظيفة دي اكبر منه هو دايما معتقد ان هو الصح معتقد ان هو احسن واحد في الدنيا وان الاخرين هما اللي مفروض اقل منه الشاب ده بدال ما يدور على وظيفة تانية ويدور على الاخطاء اللي فيه بدأ يعد على القهوة ويبص للراح واللي جاي ويبص مثلا يقول له شوف واحد راكب عربي يقول ده انا اصلا مفروض احسن منه ده ما عندوش امكانيات ده هو بجاب العربية دي بالحظ يا سلام انا بقى لو انا في مكانه كنت بجيبت عربيه احسن من دي مليون مر يقوم العربية عامل حدث يشوف راجل اه شق طريقه واتجوز وساعد مع امراته وماشيين بتحكه يقول اصلا انا اصلا مفروض احسن من ده امكانياته ايه عشان يتجوز بسرعة كده انا مفروض كنت بقى احسن منه يقول رايح الراجل مسك في امراته يشوف ولد صغير يعني جميل ماشي مع مامته ومع باباه يقول انا اصلا مفروض اتجوز يبقى عندي ولد احسن من ده الوضيان يقع على وشه ويتعور المهم شوف راجل عجوز قاعد برده كل ما هو يتكلم كل ما الراجل ده يهز في دماغه افتكر ان الشخص ده بيصخر منه ففي يوم جاء راجل لابس قمس كويس كده فقاعد يقول ايه يمارس الهواية بتاعته بقى يقول يا حست عليه يا حست على القمس ده انا مفروض اصلا لو لبست القمس ده كنت بقيت احسن منه طبعا ما نستغربش من كلمة يا حستي لان كل الحساد لهم لغة خاصة بهم بمعنى انا عندنا في اللغة العربية جر ومجرور هم عندهم حرف قر اللي هو الحسد ده يا حستي ومقرور عليه اللي هو الفيكتم يعني الضحية اللي بيحصل لها الحسد فبيقول سلام على القمس ده المهم الراجل عمل شكله والقمس تقطع فالراجل بردك العجوز قاعد يهز في دماغه كده الشاب يتدق من الراجل العجوز ده اعمل حاج انا كل ما اتكلم انت بتعمل بدماغ كده ليه انت بتصخر من كلمة ولا ايه اما قال له لا بالعكس ده انا مبسوط منك انت بتعمل اللي انا عايز اعمله انا بقى لي تلاتين سنة هنا وقاعد اعمل نفس الكلام لغاية لما عادش قادر اتكلم فبدأت انت جيت تكمل المسيرة بتاعتي وتتكلم فانا بقى امن على كلامك انت امتداد ليه انت الخليفة بتاعتي فالشاب في اللحظة ده بس معقول الراجل ده هو لابس ده محش ده هو انا بقى امتداد له انا هبقى زيه لا انا لازم ان اغير نفسي انا لازم ان انا اكون ايجابي انا لازم ان اقهر الكلمة دي انا لازم ان معادش احسد حد انا هدور على امكانياتي واتصرف على قده يا جماعة مفروض ننفي الحسد من حياتنا انفي هذه الكلمة من حياتك